بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جلست والدة خديجة تنصحها قبل الزفاف تعلمها أن الزواج تعاون بين الزوجين ونحرت الزبائح ودعية مكة للولائم المندودة في بيت خويلد والد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنه وانبعت من البيت الغناء الرقيق وكان هذا اليوم يوم بديع رقيق النسيم قضته مكة كلها في حركة دائبة من بيت خويلد وإليه في ذهاب وإياب حتى أقبل المساء وتم الزواج بجانب الكعبة ثم طاف الناس حولها شاكرين داعين وانطلقت الزغاريب من بيت خويلد تملأ جوانب مكة وسط فرحة الأهل والأحباب وتم حمل السيدة خديجة في هودج الزفاف إلى بيت زوجها دخلت السيدة خديجة أبواب الحياة الجديدة كبيرة الأمل شديدة الإقبال على هذه الحياة الجديدة لكنها مع ثقتها الشديدة بنفسها وحب زوجها لها وحديث الناس عن مستقبلها الباهر كانت تشعر بخوف شديد من الأيام يراود مشاعرها ويحدثها قلبها بأن المستقبل يخفي شيئا لا يعلمه سوى علام الغيب منحت السيدة خديجة زوجها ما تمنحه المرأة العاقلة الفاهمة فقد أطاعته واحترمته وشجعته وفتحت له قلبها فوجد فيها عطفا حصل له به الأنس والراحة لمس فيها حنانا ملأ أركان فؤاده وجعله يتعلق بها درجة أنها لا تغيب عن ذهنه لحظة واحدة وجد معه السعادة التي يرجوها فاطمأن إليها ومنحها من قلبه مثل ما منحت وانقضى العام فزادت الدار بهجة وسرورا بمولودة وثقت رباط المحبة بين الزوجين واشتد تعلق أبيها بها فقد كانت كبيرة الشبه بأمها خديجة جميلة الصورة كريمة الخلق تبشر بمستقبل باهر ولم يكن الزوجان السعيدان يدركان أن صفحات القدر تخفي لهما ما لا يعلمانه مما قد يذهب البسمة من وجوههما ويقضي على الفرحة من صدورهما فلم يدر عتيق ولم تدر خديجة أن رحلة حياتهما معا قصيرة وأنه عما قريب سينفصم رباطهما المقدس لا بأيديهما وإنما بالموت لم ينتصف العام الثاني حتى مات عتيق تاركا في قلب خديجة جرحا واسعا وفي نفسها حسرة بالغة وبين عشية وضحاها فقدت خديجة الزوج البار المخلص الوفي دب الحزن في قلبها الذي لم يبلغ من الفرح مداه ودق الألم أبواب فؤادها الأخضر اليانع لم تستطع الثروة العظيمة التي تركها لها ولإبنتها أن تنزع من قلبها ما نزل به من حسرة فراق زوجها لكن الله تعالى كما اختص خديجة بميزات حصرية فقد ربط على قلبها بالصبر حتى لا تخاف ولا تحزن مرت الأيام والشهور والسنون وخديجة لا تفكر سوى في الاهتمام بابنتها وإدارة تجارتها التي تولت مسؤوليتها بعد وفاة زوجها عطيق وفي ذات يوم دخل عليها أبوها وحدثها خديجة ابنة الحبيبة أعلم أن الحزن والألم صار ملازمين لك لكن أنت تمتازين برجاحة العقل والجميع يعرف عنك سداد الرأي يا خديجة يا ابنتي غير مقبول البقاء دون زوج حتى نهاية حياتك فسنة الحياة ماضية والعقل يأبى أن ينجرف الإنسان في أحزانه فتأخذه تلك الأحزان والهموم أخذا وبيلا قالت خديجة لأبيها يا أبتي تعلم أنني أحب الوفاء ومن الصعب أن يتحول فؤادي عن نسيان زوجي السابق وقبل أن تسترسل خديجة في حديثها قاطعها والدها قائلا قضي الأمر يا خديجة فهذا ليس موطن المشاعر اليوم يقول العقل والمنطق كلمته وقد تقدم للزواج بك النباش ابن زرارة التميمي وأعلم عنه ما يمتاز به من حسب ونسب وأمامه ولم تنضي أيام طويلة حتى تزوجته رضي الله تعالى عنها وقد وجد النباش في خديجة الزوجة الوفية العاقلة المدبرة فأخلص لها ومنحها قلبه وأحبها حبا شديدا ووجدت خديجة في الزوج المخلص العطوف البار بأهله فبادلته حبا بحب وإخلاصا بإخلاص وقد كان النباش زوجا عاقلا مقداما كريما كثير المال واسع التجارة فشاركته برأيها السديد كما كان عهدها مع عتيق وزادها حبا وتقديرا له ما وجدت فيه من الكرم في معاملة ابنتها اليتيمة وقد أحبها وأنزلها من قلبه منزلة الأبناء ولم ينقض العام الأول لزواجهما حتى اشتدت أواصر تلك المحبة بين الزوجين برباط الولد الذي يهواه العرب ويحبوه ويكثرون الزواجا من أجله ويحنون إليه إذا لم يرزقوه وغدت خديجة مضرب المثل بمكة في تربية الأبناء كما هي مضرب المثل في رعاية الزوج ورزق الله خديجة ولدها الثاني ومجددا تختبر الأقدار الإلهية خديجة في عزمها وعزيمتها فلم تمر سنين عددا حتى أدرك الموت زوجها الثاني وباتت خديجة مرة أخرى دون زوج تصارع البقاء وحيدة وكعادتها تغلبت خديجة بالصبر على مرارة الواقع مضت سفينة الحياة بخديجة ومعها أبناؤها من أزواجها الذين تركوا الحياة وخلفوا من بعدهم أموالا وأولادا تكفلت خديجة برعايتهم وعنايتهم وما كاد النسيان يقف على أعتاب ذهن خديجة حتى أزاحه الحزن وسبقه إلى ساحة قلب خديجة وعقلها حيث فقدت والدها وبموت والدها الكريم شعرت خديجة باليوت وأدركت أنها صارت في الحياة بلا سند ولا مدد ودارت الدوائر على ذات القلب الحنون وتصارعت إرادة البقاء وحب الحياة مع توالي المصائب لكن هل ستقاوم خديجة تلك التداعيات القدرية المتواصلة بنفس العزيمة أم ستضعف هذا ما نتعرف عليه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى فإلى ذلك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا